إخواني أريد منكم أن تساعدوني في تغيير هذه المقدمة والتي هي إخواني أخوتي مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد من دورة C++ إذا كان لديكم أي مقدمة جميلة فأكتبوها تحت الفيديو وسوف أقوم بإضافتها في الفيديو القادم إذن ندخل الآن في صورة الموضوع أولا سوف نتكلم تكلمنا عن الفور وعن الوايل لوب وهما حلقتين التكرار لدينا الحلقة الأخيرة وهي دو وايل طبعا بعد هذا الفيديو سنقوم بتصميم سكريبت جميل جدا للوحة دخول المدير أو مثلا نسميه باللوغن يعني سنقوم بتصميم لوغن خاص بدخول المدير بالأدوات التي شرحناها في هذه في العشر فيديوهات الأخيرة إذن الآن سندخل في صورة الموضوع أول شيء أريد أن نوضحه هو أننا سوف نأخذ مثلا حتى يعني نشرح سكريبت بشكل جيد يجب أولا أن نشاهده حتى تفهمه نقول مثلا إنت إكس سنقول الفرق بين الوايل والدو وايل الدو وايل تقوم يعني بيعني سأشرح لكم الآن لا أريد يعني أن تفلسف كتيرا حتى تفهموا المغزى ثم نكتب مثلا نكتب hello world ثم نكتب هنا while x أصغر من عشرة وإذا لاحظتم هنا أنه نفس نفس الكود الذي كتبناه في الوايل لوب مع إضافة دو في الأعلى وماذا تعني تلك الدو هو ما سنشاهده في هذا الفيديو بعد أن ننتهي من كتابة الكود طبعا قلنا أن هنا أخذنا متغير x0 ولم نضع النقطتين هنا شكرا للصديق الذي قام بتنبيه أيها الكوسالة إذن هنا أخذنا متغير x ثم سميناه لم نسميه أعطيناها قيمة صفر ثم قلنا الدو وقلنا الكاونت يعني قم بطبعات hello world ثم قم بإضافة 1 إلى x ثم مدامة x أصغر من عشرة قم بهذه العملية هنا الآن ما هو الفرق بين الدو ولماذا يأخذه قمت بإضافة الدو هنا في الآلة الدو تقوم بطرح على الأقل هذا الكود مرة واحدة في البرنامج ما معناه معناه سواء كانت هذه صحيحة أو خاطئة فهذا الكود سوف يشتغل مرة واحدة تذكروا مرة واحدة ثم بعدها سيقوم بالذهب الكود مرة أخرى والتحقق عندما يجد أن الكود خطأ يعني أن هذا غير صحيح فلن يقوم بتلك العملية معناه أن الكود الموجود داخل الدو والذي هو بهذا الشكل يعني حتى لا تقولوا لماذا يأخذوا هنا الكود يظهر ملخبط دعونا نترك هذه هنا إذن قلنا أنه الآن هذا الكود الموجود هنا سوف يتم تشغيله مرة واحدة على الأقل ستفهمون الآن عندما أقوم بتشغيل الكود سوف نقوم بالsee out hello world في الفيديو القادم سأشرح لكم لماذا نحتاج في بعض الأحيان إلى تشغيل هذا الكود مرة واحدة وفي ماذا سيفيدنا كما تجاهدون لقد قام بتشغيل hello world لأن لدينا هنا الشكل x أصغر من 10 ماذا إذا كانت x أصغر x تساوي 1000 هنا الwhile ستكون خطأ لماذا لأن x سيقول له مدامة x أصغر من 10 قم بهذا الكود يعني 1000 مرة طبعا الكود ماذا سيذهب سيذهب إلى الأعلى يعني لنفترض الكود سيبدأ الآن أن الكود هذه هي بدايته الآن سيأتي إلى الأعلى int x 1000 ok do نعم زهير يريد مني أن أقوم بطرح هذا الكود تشغيله مرة واحدة سوف أقوم بتشغيله سوف أقوم بإضافة واحد إلى هنا ستصبح 1000 وواحد ثم while x مدامة x أصغر من 10 قم بتكرار نفس العملية هل x أصغر من 10 يذهب ويتحقق x ليست أصغر من 10 x أكبر من 10 لأن x 1000 يخرج من البرنامج ويدهب مباشرة دعونا نتأكد سنقوم بتشغيل البرنامج ستشاهدون سيقوم بطبعات hello world رغم أن الكود رغم أن while هنا يعني العملية غير صحية إذن hello world حسن جدا إذن فهمتم الآن لنفترض مثلا أو لنعيد كرة مرة يعني العملية مرة أخرى حتى تفهمون الآن الكود يعني جاء أول مرة لكي يشتغل سيذهب إلى int main حسن جدا سأشتغل في int main المبرمج وضع int يعني سيضع رقم في x الذي هو 1000 ثم ذهب إلى do سأذهب إلى do حسن جدا المبرمج يريد مني طباعة هذا الكود أولا سيطبعه في الشاشة السوداء ثم سيأتي إلى هنا ويقوم بإضافة 1 إلى x ستصبح هنا لدينا 1001 ثم سيأتي إلى الأسفل مدامة x أصغر من 10 هنا سيذهب ويتأكد إذا كانت x أصغر من 10 سيذهب إلى الأعلى سيجد أن x تسوي 1001 هل هذا مجنون x ليست أصغر من 10 x هنا أكبر من 10 سأخرج وأتمم البرنامج وأذهب إلى الأسفل يعني إلى ما لا رجعت فيه إذا فهمتم الآن الكود الحمد لله أنكم فهمتم والحمد لله أنكم وصلتم إلى الفيديو 20 معناه أنك يعني ذهب في الطريق الصحيح انتظروا الفيديو القادم سنصنع سكريبت جميل جداً وسيعجبكم أنا متأكد حتى لو أطل عليكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى